الخبر الاول اللي عندنا عن قمر مار وليش هي ضايجة فقمر مار نزلت على حسابها بالانستجرام شوية استوريات واللي كانت تقول بها انه نزلت صورة جديدة على حسابها الانستجرام ولكن الانستجرام حدف الهياها اما ثاني شي هي ضايجة من عنده واللي هي المشاكل لصير عندها بالكومنتات بين المتابعين وحسن ما الاغلب توقع انه هي تقصد بين فانزاتها وفانزات قمر مار عليكم لاحطوكم هذول استوريات شوفوه وتفتمون اكثر مرحبا يا جماعة كيف كون بس حبيت احكي معكم موضوع صورة اللي حسبت صراحة صورة اللي حسبت من الانستا وما بعرف ابدون شو السبب وحبيت احكي كمان موضوع انه حاجة عملا مشاكل بين بعض لانه صراحة انا صرت اداية ان يفوت على الانستا ومن كتر المشاكل اللي صارت فيه لو سمحتوا حاجة عملا مشاكل بين بعض بس حبيت وضح لكم بس لا اكتر او الاقل بحفكم الخبر الثاني اللي عدنا عن فضيحة بيسان وانس الشايف فانتشرت هذه الفضيحة بالساعات الاخيرة ولكن حسب ما اتوقع انه اشرتها بالغلط فرانين مزلت على حسابها بالانستا جرام هذا الستوري اللي من الواضح من خلاله انه هي صديقة بيسان اسماعيل لانه ثياتهم كانوا قاعدين على نفس الطاولة ولكن الغريب هذا الستوري كان هو وجود هذا المشروب الغريب فهو من المتابعين اتوقعوا انه ممكن يكون مشروب كحولي وخاصة انه شكله نوعا ما يثير الجدد طبعا ممكن يكون المشروب مو كحولي ولكن حتى لو كان هناك دائما نقولكم يا حبايب انه هي حرية شخصية واحنا ما اننا علاقة عليكم انكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بعض الخبر الخبر الثالث اللي عندنا عن بيسان اسماعيل والنرقيلة والتساؤلات اللي صارت قبل شوية فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي نقدر نقول له عن ماه صدمة طبعا بيسان حفت هذا الستوري بعد نزولها بعشر دقائق بس طبعا ببداية لو تدققون بوجه بيسان واضح انه هي مرتبكة كلش وثاني شي لو تركزون على ايدها فكان بيدها النربيش مع النرقيلة وهو واوح انه كانتري تحاول تخفيق قدام الكاميرا وبهذه الحالة هي ترد على التساؤلات اللي كانوا يقولون هل بيسان تنرقيل او لا لان طبعا اني نزلت مقطع تقريبا قبل اسبوع وحطيش بيستوري كان بيسان بيتنرقل وبس والله كتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر ولش تتوقعون انه بيسان حفت هذا الستوري الخبر الرابع اللي عدنا عن نورستار واحمد ابو الروب والالتقال بيناتهم فاحمد ابو الروب نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات كان وياه نورستار وهو معصوب وياهم بغيث مرمان عليك ولينا نحطوكم هذه الستوريات ويشوفوها سرقت تليفون احمد ما ما يعرفك احمد يا ما فوق ابو الروب صح اسمني حقيقي احمد على فكرة اشفته وصورتك بالفلتر صورتو عندي عالستوري بالفلتر هاذ ونصدم وحملت عالى تليفونه وصورتك فيه بفكرة قايز طويل 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 طبعا يا جماعة هذا يوم مش كويس لرجولتي صورة في مع بي تي اس وهلأ شو هالفلاتر يا الله مهم يا جماعة أنا حاليا في رفقة كيف ألف هاي الكاميرا احنا حياتي مرات ضعب الله شوف شو حلوة فينتر فرط فرط يا أخي غيس طلعا هاتف منتر يا كنف عمو وبس والله هنا وصل نهاية المقطع أتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا وتحطونا لايك واشتركوا بالقلال تانيكم فيدي زي من قناة المملكة القصص وبس مع السلامة